لقاء جمع الرئيس الفرنسي منويل ماكرون بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو كان من المفترض أن يكون الملف الأبرز المطروح على الطاولة هو ملف الأزمة الأوكرانية إلا أن الأخير بات أقل أهمية وباتت الطاولة محط الأنظار فالأمتار الأربعة التي فصلت بوتين وماكرون عبر الطاولة أشعلت تساؤلات وتكهنات عدة تكهنات كانت في جوهرها بالنسبة لبعض الدبلوماسيين ذات دلالات دبلوماسية ربما يكون الرئيس الروسي تعمد إيصالها من خلال بعده عن نظيره الفرنسي ولكن بعد اللغط الكبير حول سر الطاولة كشف مصدران في الوفد المرافق للرئيس الفرنسي أن السر بكل بساطة تلخص في رفض ماكرون طلب الكريملين خضوعه لفحص روسي لكورونا لدى وصوله للقاء بوتين ما تسبب في جلوسه على بعد من الزعيم الروسي وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي الروسية الصارمة إذن لماذا رفض ماكرون الخضوع للفحص؟ المصادر الفرنسية ذاتها أشارت إلى أن مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية أن يحصل طباء روس على الحمض النووي للرئيس الفرنسي أثناء فحصه وأن ماكرون سابق أن خضع بدلا من ذلك لفحص بي سي آر قبل مغادرته فرنسا ثم الاختبار للأجسام المضاد أجره طبيبه الخاص فور وصوله إلى روسيا أما الجانب الروسي فأكد تفاهمه للموقف الفرنسي وأن بعد المسافة لم يؤثر لا على السياسة ولا مخرجات اللقاء وأن العديد من الملفات الهامة تم تناولها بالفعل خلال اللقاء روان حمزة العربية